هاي كيف كنت؟ نتمنى أن تكونوا بخير إن شاء الله اليوم جاي بقراءات فيه لطاقة البرج الجديد رح حاول أحكي فيه عن مشاري الحبيب نويه مشارك كذلك نويهك ورح حاول شوف مستقبل العلاقة يعني كما عادتكم عن هذه القراءة تنطبق ممكن تنطبق على البرج الشمسي والقمر والطالع ولا إذا حسيت أن هذه القراءة تنطبق عليك شخصيا حاول تشوف الأبراج الثانية أو الفيديوهات تبع الأبراج الأخرى اللي هي البرج الطالع والشمسي والقمري كذلك أنه فيه احتمالية أنه تكون قراءة عكسية يا برج الجديد عمشوف عنه كأنه فيه جرح بقلبك كتير موجوع من شخص أو من ذكريات من الماضي عم تتذكر أشياء من الماضي يا برج القوس يا برج الجديد عمشوفك كتير تعبين من علاقة حب ممكن للبعض من الرجال عم يتذكر أو امرأة من برج ناري أو من برج مائي كذلك فيه نساء عم تتذكر شخص من برج ناري أو مائي يعني عمتا بس ممكن يكون من هذه الأبراج وممكن يكون لا هذا الطاقة الخاصة طبعك يا برج الجديد عمشوف طاقة الشريك حاليا يشعره بقوة ممكن حاليا بحس أنه العلاقة صراحة جيدة أنا صراحة ما عمشوف فيه خصامات أو الطاقة اللي طلعت عندي ما طبع يعني مش يعني ما فيها ما فيها افتراء أوكي ما فيها بتعاد ممكن يكون فيها آآ فيها حزن أوكي أو فيها يعني ما فيها يكون خصام كبير ومفترقين وبتعدين عن بعض ممكن يكون حد ممكن نقاش آآ لأنه آآ عمشوف هون في كسرة قلب عم تشعر فيها أوكي ممكن بسبب هذه العلاقة ممكن بسبب شيء آخر أوكي أما عمتان فأنا بشوف العلاقة جيدة عمشوف كذلك حتى الحبيب اللي عم تفكر فيه أو اللي معه أنت يا بر الجدي عمشوفه بيحس بقوة ممكن ناجح يعني بالموضوع العلاقات حتى بالموضوع المالي ممكن الأمور سايرة معه بهذه المرة أحسن من قبل أوكي مشارك أنت نحوه عمشوفه يعني تتعرض لنوع من التغيير كأنه انصدمت يا برج الجدي من هذا الإنسان يعني شو حصل أنا عمشوف فيه صدمة في موت شيء وبداية شيء أما أنا عمشوف أنه هذه العلاقة كانت من قبل وكنتوا أنتوا مش يعني مش ولابد بهذه العلاقة مش بتفاهم وانتويه وصارت العلاقة أكثر تحسنًا أكثر استقرارًا أنتوا يا ذا الإنسان وعم تحس أنه في وي ايم وفي نوع من التفاهم أكثر أوكي وممكن يكون العكس كنتوا بتتفاهمه من قبل وصارت العلاقة عم تسوق أما هو عمشوف أنا أنه ساري يعني بحس أنه ساري يتفاهم معك أكثر عم يشعر بسعادة معك يا برج الجدي في فرح وفي سعادة أوكي عمشوف كذلك الأشيء اللي ما بتحبه بهذا الإنسان ممكن شخص حالم كتير وبتحس أنه إنسان ما أنه واقعي لأنه برج الجدي عم ما أنه شخص واقعي ما بحب أنه يعيش بالأوهيم وبالأحلام وبالكلام الفارغ بحب الواقع أكثر إنسان واقعي كتير وهيك أنا عمشوفك الحقيقي أو الأشيء اللي ما بتحبه بهذا الشريك أبتحب فيه لأنه هو إنسان أكثر فيه بحلام أكثر ما بيكون واقعي كل شيء أحلام كل شيء كلم فارغ أنت بتحسه أوئيد فيه أما الواقع شيء آخر أكي ما بالأشيء اللي بتحبه فيه بتحب فيه لأنه إنسان شاعري حساس فيه نوع من اللطف ومن العطف بقلبه هذا الإنسان ممكن يكون حتى برج الحوت برج الأساد برج العقرب أو برج الحمل حتى برج الجدي بيتلعب بعض القراءة أشيء اللي ما بيحبه هو فيك على أنه أنت شخص عملي كتير شخص بتهتم بالعمل كتير ما بتهتم فيه أوئيد أنت تبدي أولوية للعمل ولا النجاح المادي للمال أكثر ما تهتم فيه أوكي؟ أنا عمشوف على أنه أنت شخص مادي شخص عملي وشخص مادي شخص تهتم بالواقع أما هو عمشوفه شخص يعني بيهتم للمشاعر بيهتم للأحاسيس أكثر أوكي؟ عمشوف كذلك حتى الأشياء اللي بتحبه فيه اللي بيحبه هو فيك بيحبه فيك على أنه أنت شخص صبور شخص متحكم بأعصابك شخص مستقر لأنه برجل ردي أشخاص برجل ردي أشخاص مستقرين بالحياة ما فيهم ما بيحبه التغيير كتير بيحبه الهدوء بيحبه السكينة بيحبه الاستقرار بيحب فيك هالشغلة بيحب فيك على أنه أنت إنسان بتقدر قيمة المال قيمة البقاء مع الشخص إنسان مستقر معك هو ممكن هو شخص متغير متقلب المزيج أما أنت شخص ثابت أكثر مشاعرك أو نوايك نحو هذا الإنسان بدك أنه تكمل معه بالحب أنه تكونه معاً وعلى ما يعني ما بشوف بالورقة لأنه أنت بتحب هذا الإنسان ممكن أنت لا تقول لهذا الشخص أو لا تبدي بالقول لهذا الشخص بالحب وهكذا يعني بس أنت من جويتك بتحبه بتحبه كتير وعم شوف نوايك نحو هذا الإنسان أنه تستمر هذه العلاقة ويمتلئ هذا الكأس بالحب عم كذلك عم شوفه هو بده يكمل العلاقة معك وبيحس أنه في حب أو في نوع من التجانس أنتويه مستقبل العلاقة مستقبل العلاقة أم نشوفه جيد إذا كانت العلاقات أو كانت العلاقة فيها نوع من القوانين أوكي ما تكون هيك عباسية إنه كل واحد يحكي اللي بقلبه ما تخلو كل واحد يعني مخب اللي بقلبه إذا أنت مشروح أو تعبين من أشياء ما بتحبه بالشريك ممكن تصرح له بس بشيء من اللطف كذلك هو لا يكون كل شي واضح لا تمشي العلاقة جيدة جدا أوكي أما بما يتعلق بالناس يعني الناس العزاب عم شوف ممكن يجي شخص لعلكون يا برج الجدي شخص من العائلة يتقدم لعلكون بالزاواج ممكن أنتو يا برج الجدي ما تحبوا الموضوع ما تحسوا أن الموضوع يعني جيد جدا لعلكون ممكن حتى الشخص يكون متزوج وعنده علاقات يعني أخرى مع نساء أخرى ممكن متزوج بثلاث نساء بزوجتان بمرأة يعني في شخص في شخص قبل لكم أو ممكن يكون شخص متعدد العلاقات أنا صراحة أني مش مرتاح لهالإنسان إلا هالإنسان اللي عم يجي لأنه بيظهر بطاقة الديفل يعني بطاقة الشيطان يعني ممكن يظهر لك شيء ويخفي شيء بقلبه أوكي أنا بحب صراحة أني يكون شخص بهذه الطاقة أنه منه جيد أوكي كمين عم شوف النصيحة اللي بتنصحك هل تقبل بهذا الشخص أو لا ممكن هذا الشخص بيبين بالأول لأول والها أنه شخص عنده عنده منصب عالي إنسان مشهور إنسان عنده كتير أشيء جيدة بس من وراء هذه العلاقة راح تشوف كتير مشاكل كتير مش شوي وممكن هذه المشاكل راح تتطور وتصير أشيء ما بتنتهي يعني تصير في حلقة مفرغة مع هذا الشخص وبدك تنهي هذه العلاقة ما تلاقي كيف تنهيها أوكي أنا صراحتان لا أنصح لا أنصح بهذا الشخص أبدا إذا حسيته إنه شخص مناسب ممكن للولها الأولى بتحسوا أنه شخص مناسب بس أبدا أنه يخفي شيء هذا الإنسان اوكي رحاول أخذ نصيحة لألكن يا برجة دي بيقول لك إنه ممكن تسأل أحد وممكن تسألني أنا كمان أنه أرشدك للطريقة اللي فيها نوع منها الخير لألك اوكي يعني ممكن تسأل شخص إذا في هذا الإنسان فيه خير إذا ممكن تأخذ نصيحة من أحد وأنا على ما يظهر لي في القراءة على أنه شخص غير جيد أما بما يتعلق بهذه العلاقة فأنا مشوفها جيدة مش فيها مشكل ممكن فيه نوع من الخلافات البسيطة بينك وبين الشريك يعني مش بالشيء يعني الكبير اوكي كمان هون فيه في مراسم وممكن هذا الشخص يتقدم لألك اوكي بيقول لك إنه في حليمك اللي تتعملناها راح تتحقق بسرعة أكثر ما تتصور بس محتاجة للتغذية ويعني العطاء اوكي إذا بدك تتحقق أشياء كنت تتمنىها راح تتحقق بس لازم تعمل عليها او انا ما يعني برج الجدي شخص بيعمل على الأشياء ما انه شخص كسول أبدا شخص يؤمن انه الأشياء إذا تعبت فيها راح تلاقي نتيجة اوكي هاد الشي اللي بيطلع عندي يا برج الجدي اتمنى انه تكون الصحة بخير وكل شي بخير ويكون هالشهر شهر جيد عليكم يمنون 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 ترجمة نانسي قنقر